سلام عليكم وإهلا بكم في فيديو جديد في تاريخ 18 يناير من سنة 2024 ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بواقعة غريبة جدا واللي أحداثها كانت مش مفهومة لكتير من الناس اللي حصل إن كان فيه أب عايش هو وبنته الوحدهم في بيتهم وفي ظهر يوم 17 يناير من سنة 2024 طلق مكالمة تليفونية ومن بعدها الأب خرج من البيت ومن اليوم ده مفيش أي حد شاف الأب مرة تانية ولما طول غيابه ابتدأ أفراد أسرته إن هم يتصلوا على تليفونه ولكن تليفونه كان مقفول ومع بحثهم في كل مكان محتمل إن هو يكون موجود فيه ما كانوش قادرين يلاقوله أي أثر وفجأة جات لهم مكالمة تليفونية من شخص مجبول واللي كان بيبلغهم إن هم هيلقوه في ترعة موجودة في نفس المنطقة اللي هم عايشين فيها وزي ما انتوا توقعتوا الأب عمره ما يكون في الترعة وهو بخير أبدا والسؤال دلوقتي مين الشخص اللي عمل المكالمة التليفونية ودلوهم على مكانه والسؤال الأهم هو إزاي وصل للمكان ده في النهاية علشان تعرفوا إيه الحكاية تابعوا معايا الفيديو للنهاية تابعوا معايا الفيديو للنهاية تابعوا معايا الفيديو للنهاية تابعوا معايا الفيديو للنهاية بالدور أحداث حكايتنا في مصر تحديدا في قرية اسمها أبو تشيشا التابع لمركز بالقاس في محافظة الدأهلية هناك كان عايش شخص اسمه أشرف السعيد عبد الحميد واللي كان عمره 48 سنة وكان بيمتلك محل لصيانة الأجهزة الإلكترونية وكان عنده بنت وحيدة اسمها منا وعمرها قرابة 15 سنة السيد أشرف الكل كان بيشهد له بأنه هو شخص طيب ومحترم الكل كان بيحبه وبيحترمه في المنطقة اللي كان عايش فيها حتى أن أمه بتقول أنه كان أكتر حد من أولادها بيبرها وبيسأل عليها بصفة مستمرة السيد أشرف كان متزوج من سيدة اسمها شيرين وأنجب منها بنته الوحيدة منا وكانوا عايشين طول فترة زواجهم حياة عادية وطبيعية ولكن الأم صابها المرض بصورة مفاجأة وبعد الصراع طويل مع المرض بكل أسف توفي وبعد وفاة الأم سابت السيد أشرف هو بنتهم منا وكانوا عايشين في الوقت دا لوحدهم سيد أشرف في الوقت دا تحول لأب وأم المنا كان هو اللي بيرعى كل شؤون حياتها وكان حابب أنها تدرس وتتعلم وتدخل للجامعة ولكن كل ما منا كانت بتكبر كانت بتقول لأبوها أن ميولها مش رايحة للتعليم أبدا وأنها مش حبة أنها تكمل تعليمها الأب اعتبر أن كلام منا كلام سابق لأوانه وأنها علشان ما بتحبش المذاكرة بتقوله أنها مش حبة تكمل تعليمها ولكن الأب كان حابب أن بنته تتحصل على شهادة عالية علشان تفيد نفسها وفي نفس الوقت هو يكون فخور بيها وبتربيته ليها ولكن مع مرور الوقت ابتدى السيد أشرف يحس أن المسئولية كانت كبيرة جدا عليه وأنه مش قادر يرعى بنته منا بصورة كاملة في البداية عمت منا راحت وكانت هي اللي بترعاهم وبتهتم بشؤون البيت ولكن بكل تأكيد لأنها متزوجة وعندها أولاد مش هتفضل عيش معهم طول العمر وعلشان كده اقترحت على السيد أشرف أن هو يتزوج مرة تانية هو كان معارض الفكرة ولكنها أقنعته بأنهم هيدوروا له على سيدة تكون بنت حلال ومتربية ومن بيت عيلة علشان تقدر أنها تهتم بيه وتكون أم بديلة لبنته منا منا بمجرد ما سمعت عن فكرة زواج أبوها مرة تانية جن جنونها كانت رفضة الفكرة تماما وعمتها كانوا عارفين أنها كانت طباعة جديدة وأنها كانت ليها دلالة على أبوها وبتقدر تقنعه باللي هي عايزاه وعلشان كده قعدوا وتكلموا معاها وأقنعوها أن السيدة اللي هتيجي وتتزوج من أبوها جاية علشان تهتم بيهم وعلشان تعوضها عن فقد أمها وزي ما عمت منا قالت أنها كانت حاسة أن منا هي اللي هتكون زوجة أبوها الجديدة مش العكس عائلة السيد أشرف كانوا حطين عينهم على سيدة من المنطقة عندهم واللي كان اسمها أمل كانت سيدة محترمة وعلى أخلاق وطيبة جدا والكل بيشهد لها أنها في حالها ومش بتاعت مشاكل السيد أشرف بمجرد ما شافها وشاف طباعها قال لي لا ليه ما يتزوجش من سيدة زي دي علشان تكون أم البنته وتهتم بيه وتهتم ببيته وبالفعل تم زواجهم هما الاتنين ولكن بعد زواج الأب مغشرة ابتدت منها أنها تتصرف تصرفات غريبة جدا كانت بتدعي على زوجة أبوها أنها ضربتها وعنفتها وأنها بتمنعها من الأكل في غياب الأب وأنها بتمنعها من أنها تفتح التلاجة وأشياء من هذا القبيل والأب في كل مرة كان بيرجع ومنها كانت تشتكيله بكل الكلام ده واللي ما كانش ليه أي أساس من الصحة بكل أسف ما كانش بيتأكد ولا بيتحقق من كلام بنته ولكنه كان بياخد كل كلامها وكأنها أمر مسلم به ومنها لما لقيت أن أبوها بيسمع كل كلامها وبيصدقه ابتدت أنها تتقل العيار أكتر كانت بتبوز لزوجة أبوها الأكل وهو على النار بأنها مثلا تروح تحط ملحة أو شطة فيه علشان أبوها لما يرجع ويدوق الأكل يتخانق مع زوجته وبالفعل هو ده اللي كان بيحصل خطت منك كانت بتنجح في كل مرة وابتدت تنشأ مشاكل كتير جدا ما بين السيد أشرف وما بين زوجته الجديدة أمل وطبعا زي ما أنتوا فاهمين أن المشاكل دي كانت اللي بتفتعلها هي منا بنت السيد أشرف واستمر زواج السيد أشرف من زوجته التانية أمل مدة 3 شهور فقط كانت فيها منا بتدعي عليها بكل الإدعاءات في الصمى والأرض واللي بسببها نشأت خلافات متعددة ما بين السيد أشرف وما بين زوجته أمل وعلى أثارها قرر السيد أشرف أنه ينفصل عن زوجته الجديدة ولكنه أثار في الوقت ده أنه يديها كامل حواءها وإداها مؤخرها واللي كان بيقدر بقيمة 60 ألف جنيه منا في الوقت ده حست بالراحة وأنها اتخلصت من زوجة أبوها وده لأنها على حد وصفها ما كانتش قادرة تتخيل أي سيدة تانية تيجي وتحل محل أمها وبعد انفصال السيد أشرف عن زوجته التانية كان لازم عمت منا تيجي وتقعد معهم في البيت وتراعي البيت زي ما كانت بتعمل قبل ما يتزوج السيد أشرف من زوجته أمل لحد ما في يوم راحت وبلغت عمتها أن فيه شاب بيتتبعها في كل ما كان بتروحه وخاصة لما بتكون رايحة للدروس وأن هي معجبة بالشاب ده وتقدروا تقولوا أن فيه استلطاف ما بينهم هم الأتنين الشاب ده كان اسمه محمد أحمد والسنه اختلفت فيه بعض المصادر يعني بعض المصادر بتقول عمره 18 سنة والبعض بيقول 19 والبعض الآخر بيقول 21 سنة على أي حال أحمد ده كان بيمتلك توكتوك وكان بيعمل قصائق عليه عمت منا لما سمعت منها كل التفاصيل دي راحت وكلمت أخوها أشرف ونصحته بأن هو يخطب بنته منا للشاب اللي هو معجب بها وبيلحقها سيد أشرف كان رافض تماما الفكرة وكان شايف أن منا صغيرة جدا وفكرة أن هو يخطب بنته وهي ما تمتش 15 سنة فكرة ما كانتش وردة بالنسباله ولكن أخت السيد أشرف في الوقت ده نصحته بأن هو يخطب منا وقالت له نصا أن بنته تكون مخطوبة أحسن من ناس تلسن عليها ويقولوا أنها ماشية مع شابه أو بتتكلم معاه من وراء أهلها في الوقت ده اقتنع بكلام أخته ووافق على أن عيلة أحمد يجو ويطلبوا إيد منا ولكن بشرط وحيد أن الزواج مش هيتم إلا لما منا تتم 18 سنة علشان زواجها يكون زواج قانوني بمعنى أن منا هتستمر خطوبتها لمدة 3 سنوات وفي الوقت ده أحمد وقصرته ووافقوا على طلب الأب وتمت الخطوبة بالفعل في الوقت ده اللي كان مسؤول عن البيت زي ما قلت لكم هو عمت منا ومنا خطتها كانت أنها تطفش عمتها زي ما عملت مع زوجة أبوها التانية كانت بتروح وبتقول لأبوها أن عمتها بتزعق لها وبتضربها وأنها بتتعدى عليها في الوقت اللي بيكون مش موجود فيه وأبوها بكل أسف كان بيصدق كل كلامها منا قدرت تفسد العلاقة ما بين السيد أشرف وما بين أخته بالرغم من أنهم كانت علاقتهم مقربة جدا من بعض وطبعا منا كانت عايزة تتخلص من عمتها لأنها كانت بتمنعها من أنها تخرج مع خطبها من وراء أبوها أو أنها تتكلم مع خطبها في التليفون لساعات طويلة أو في ساعات متأخرة أو أن خطبها ييجي للبيت في الوقت اللي يكون السيد أشرف مش موجود فيه وطبعا منها ما كانش عجبها كل الكلام ده وعلشان كده حطت خطة للتخلص من عمتها وبالفعل خطتها نجحت حتى أن السيد أشرف وأخته كانوا مقاطعين بعد تماما سيد أشرف لما ابتدت بنته تكبر ابتد أنه هو يكون خايف عليها أكتر وكان خايف عليها من خطبها أحمد لأنه ما كانش مقتنع بي ولا كان شايفه أنه هو الشاب اللي يكون جدير ببنته وكان شايف أنها تستحق أحد أحسن منه بكتير فكر إزاي أنه هو يقامل مستقبل بنته ولأ أنه ما فيش أي حل غير أنه هو يكتب لها قطعة الأرض اللي بيقع عليها البيت اللي هم عايشين فيه واللي كانت مساحتها بتقدر بقراته نص راح وسجل قطعة الأرض دي بإسم بنته منه ولكنه اشترط أن الأرض دي ما تعودش ليها ولا تقدر تتصرف فيها إلا بعد وفاته والسيد أشرف لما عمل كل الكلام ده عمله بمعرفة منه ولكن أفراد أسرته ما كانش عندهم فكرة بأنه هو عمل الموضوع ده وعرفوه في وقت متأخر جدا وبالرغم من أن السيد أشرف كان مصمم أن بنته ما تتزوجش إلا بعد ثلاث سنوات لما شاف أن الأسعار كانت بتغلى وبتختلف كل يوم عن التاني قرر أنه هو يشتري لها بعض الأغراض من جهازها يعني مثلا اشتري لها المطبخ وبعض الأجهزة الكهربائية علشان يخفف من على نفسه حمل تكاليف زواج بنته منه وفي الوقت ده كان سعيد جدا ومبسوط بكل شيء كان بيشتريه لبنته حتى أنه لما كان بيشتري لها أي شيء كان بيروحه بيفرحها دايما كان سعيد بأن بنته بقت عروسة وإنها كبرت وإن هو أخيرا في وقت ما هيسلمها لعريسها سعيد أشرف كان بيحب بنته جدا ولكن كان عنده بعض القوانين الصارمة اللي ما كانش بيتعدها أبدا زي مثلا إن خطبة ما يجيش للبيت في عدم وجوده أبدا وبكل تأكيد ده أمر صحيح مية في المية وكمان اشترط من بداية خطوبتها إن خطبة ما يجي لهمش للبيت إلا يوم الجمعة فقط لأنه في اليوم ده بيكون أجازة وبيكون قافل محل صيانة الأجازة الكهربائية اللي هو بيمتلكه كان ممنوع بالنسبة اللي منها هي وخطبها إن هم يخرجوا مع بعض أو إنهم يقعدوا مع بعض لوحدهم والجزئية دي على وجه التحديد مهما منها حاولت إنها تغيرها مع أبوها ومهما حاولت إنها تضغط عليه أو إنها تترجاه فإن هو يغير معتقداته والقوانين اللي هو حاطتها كان بيرفض تماما طلبها وما كانش عنده استعداد إنه هو يغير أي شيء من اللي هو اشترطه على خطبها لأن السيد أشرف كان شايف إن احنا في زمن صعب جدا وإن الشاب ممكن يلعب بعقل البنت والشيطان يكون تلتهم ويقعوا في المحزور وبعدها ما يقدرش إنه هو يتصرف وعلشان كده كان قافل الباب ده تماما وما عندوش أي استعداد إن أي حد ولا منا ولا خطبها إنهم ما يفتحوا الباب ده وبسبب القوانين اللي كان حاطتها السيد أشرف أحمد خطيب منا كان مستاء جدا وعلشان كده راحوا اقترحوا على أفراد أسرته إنهم يعجلوا بالزواج وإنهم يروحوا ويدغطوا على السيد أشرف بإنهم يخلوا أحمد ومنا يتم زواجهم بعد رمضان مباشرة وإنهم ما يستنوش لحد ما تتم 18 سنة وزي ما قلت لكم إن منا كانت على آخر رمضان هتكون تمت 15 سنة من عمرها والسيد أشرف كان رفض الفكرة دي تماما وكانت وجهة نظره في رفضه لإن منا تتزوج وهي في السن ده رقم واحد إن زواجها مش هيكون قانوني بمعنى إنه هيكون مقبر إنه هو يزوجها عرفيا والزواج العرفي زي ما أنتوا عارفين ما بيعترفش بيه في المحكمة بمعنى إن البنت لو حملت مش هتقدر إنها تسجل الطفل ولو حصل أي خلاف ما بينها وما بين خاطبها واللي هيكون زوجها في وقت ما مش هتقدر إنها تاخد أي حق من حقوقها والسيد أشرف كان عايز يأمن حياته مستقبل بنته وحاول أهل أحمد كتير إنه هما يضغطوا على السيد أشرف ولكنه رفض رفض قطعي وقال لهم إن ده قراره النهائي إنه هما لو حابين يعجلوا بالزواج وإن أحمد مش حابب إنه هو يستنى ثلاث سنوات يقدروا إنه هما يفسخوا الخطوبة وكل حي يروح لحاله وفي دور يوم 17 يناير من سنة 2024 السيد أشرف هتلقى مكالمة تليفونية وهو قاعد في البيت مع بنته وبعدها هيخرج من البيت علشان كان هيقابل شخص ما منا بتقول إنه أبوها كان رايح علشان يصلح شاشة تليفزيون لبعض الناس اللي كانوا بيتعاملوا معاه في المحل واتصلوا بيه علشان يروح عندهم ويقوم بإصلاح الشاشة ولكن الأب لما تأخر في مكان عمله منا بتقول إنه هو اتصل بيها وطلب منها إنها تروح ويتبات في بيت عمها علشان هو هيتأخر في عمله ومنا هتروحوا هتقعد مع بنت عمها هيقعدوا يحطوا ميكاب ويتصوروا ويهزروا ويتحاكوا مع بعض ولكن في الوقت ده بنت عم منا هتطلب منها إنها تتصل بأبوها والكلام ده كان في مساء يوم 17 يناير من سنة 2024 منا لما هتمسك تليفونها وهتتصل بأبوها هتلاقي إن التليفون كان مقفول تماما وعلشان كده اتصلت بعمامها علشان يشوفوا أبوها موجود فين وعمامها لما هيحاولوا إن هم تصلوا بأبوها بشطة طرق مش هيقدروا إن هم يوصلوا له بأي شكل من الأشكال هيبتدوا إن هم يروحوا للأهوة اللي كان بيقعد عليها والمحله والبعض الأشخاص اللي كان بيتعامل معهم في خلال عمله حتى إن هم هيروحوا لأتنين من أصدقائه ولكن ما فيش أي حد فيهم كان يعرف عنه أي خبر أخت السيد أشرف واللي كانت مقطعه في الوقت ده لما عرفت بخبر اختفاء أخوها كانت بتدور عليه زي المجنونة بالفعل هي كانت زعلانة منه وزعلانة إن هو صدق كلام كدب بنته قالته ولكن في البداية والنهاية هو أخوها وما يونش عليها أبدا إنها تعرف إن وارد إن يكون في خطر وتسيبه كده بين غير مطروح ويتحاول إنها تلاقيه هراجت مع أخوتها وكانت بتدور على أخوها في كل مكان ولما فشلوا في إن هم يلاقوه قرروا إن هم ياخدوا منا ويروحوا بيها لمركز الشرطة علشان يقدموا بلاغ باختفاءه ولما منا سألتهم هم ليه واخدينها معاهم قالوا لها لإن هي آخر شخص شايفه وإنها لازم تروح وتقول لأفراد الشرطة الأوصاف والملابس اللي هو كان لابسها وقت اختفاءه ومنا قالت لهم في الوقت ده إن أبوها كان لابس بانطلون جينز باللون الأزرق وتيشيرت وفي الوقت اللي منا كانت راجبة معاهم العربية علشان يروحوا لمركز الشرطة جالها مكالمة تليفونية من خطبها في البداية كانت بتتكلم مع خطبها بصوت واطي تماما وبعد كده خرجت راسها من الشباك وبتدت إنها تقولوا إنها مع عمها ورايحين لمركز الشرطة علشان يبلغوا عن اختفاء أبوها قفلت المكالمة وعمتها بتقول إنها مسحت المكالمة من على تليفونها وبعد المكالمة دي بدقيقة واحدة تقريبا رن تليفون عمها وكان فيه شخص مجهول هو اللي بيكلمه الشخص دي كان بيكلم عم منا وبيقوله هل إنتو فيه أي حد مفقود منك وبتدوره عليه ورد عليه عم منا وقاله أيوة أخوي أشرف إحنا مش لقيينه ورد عليه الشخص المجهول وقاله روحوا عند ترعة أبو تشيشة وإنتو هتلاقوا موجود هنا وبعدها الشخص اللي كان بيتكلم في خلال المكالمة التليفونية دي قفل الخط طبعا الأخ ما كانش فاهم إيه اللي بيحصل بالزبط وإزاي الشخص ده بيقول إن أخوه موجود عند ترعة أبو تشيشة فورا طلوا على مركز الشرطة وبلغوهم بالمكالمة التليفونية اللي وصلت لهم وأفراد الشرطة خرجوا بمختصين نزلوا لترعة أبو تشيشة وبالفعل لقوا في المكان اللي تحدد في خلال المكالمة التليفونية جسد السيد أشرف واللي كان في حالة صدمت الكل أفراد الشرطة لما انتشلوا جسد السيد أشرف اكتشفوا إنه هو كان ملفوف في ملاية وبعد كده لما فاكوا الملاية دي لقوا إن كان فيه زي كيس أو شنطة كانت ملفوفة حوالين راسه ولما شالوا الشنطة دي كمان اكتشفوا إن كان فيه في جسده إصابات متعددة كان مطعون طعنة في الرأس وطعنتين في الصدر بالإضافة إن كانت سنانه متقسرة وكمان كان عنده كسر في الأنف وده وضح لأفراد الشرطة إنه تم الاعتداء بالضرب عليه في وجهه قبل إنهاء حياته وطعنه وكمان في الوقت اللي انتشلوا فيه الجسد اكتشفوا إن إيديه ورجليه الاثنين كانوا مربطين كل دي دلائل على إن اللي حصل للسيد أشرف كان عبارة عن جريمة قتل وإنه مستحيل يكون في الحالة دي وهو وقع في الترع من تلقاء نفسه عيلة منا وأفراد الشرطة كلهم كانوا مشتبهين في خطيب منا نفسه بالفعل في الوقت اللي هما كانوا بيدوروا على السيد أشرف فيه هو كان بيدور معاهم ولكن الخلاف اللي كان داير ما بينهم كان بيخليهم دايما يوجهوا لي أصابع الاتهام واحد من أفراد الشرطة كان بيتكلم مع خطيب منا وكان بيسأله أنت كان فيه مشاكل ما بينك وما بين الحاجة أشرف ورد عليه نصا وقال له أيوة دا كان أرفني في عشتي وعلشان كده أخدوا معا المركز الشرطة علشان يحقق معاه لإن ما فيش حد هيقول الجملة دي بقى ريحية تامة إلا وبكل تأكيد فيه وراء شك بإن هو متورد في الجريمة ولما أفراد الشرطة أخدوا منا وأخدوا خطيبها وابتدوا أنه هما يحققوا معاهم ويضغطوا عليهم ابتدوا أنه هما يقدموا لهم اعترافات مرعبة وتفاصيل ما فيش أي عقل كان يتوقعها ولا يستوعبها الكل كان متوقع أن خطيب منا هو المتورد في الأمر وأن منا ما لهاش أي علاقة ولكن اللي اتضح أن منا كانت مخططة لكل شيء مع خطيبها اللي حصل أن السيد أشرف لما رفض أنه يزوج بنته منا بعد رمضان ابتدت هي وخطيبها يقعدوا مع بعض ويخططوا أنهما ينوا حياة أبوها ويتخلصوا منه ويتظهروا بأنهما ما لهمش علاقة بالموضوع وأن بعد كده أفراد عيلة منا هم بنفسهم اللي هيخلوها تتزوج من خطيبها وده بما أنها بقت وحيدة وما فيش أي حد عايش معاها اللي حصل أنه في تاريخ 17 يناير من سنة 2024 خطيب منا اتصل بأبوها واتحجج ليه بأن التوكتوك اللي هو بيمتلكه عطلان وأنه هو مركون في جاراج هو بيركن فيه التوكتوك كل يوم وطلب من أبو منا أنه هو يروح له علشان يصلح هناك مع التوكتوك وقال له أن المشكلة متعلقة بالكهرباء وأنه هو الوحيد اللي يقدر يساعده وفي الوقت ده السيد أشرف قرر أنه هو يروح ويساعد أحمد بما أنه هو خطيب بنته وكان بيعتبره زي ابنه ولكن بكل أسف السيد أشرف ما كانش عنده أي فكرة أن اللي بيحصل هو عبارة عن خطة السيد أشرف ما مجرد وصوله للجاراج قفل عليه أحمد الجاراج بحجة أنه هما ما فيش أي حد يعدي عليهم وهم بيصلحوا التوكتوك ولا حد يشوفهم هما بيعملوا إيه وكان في الوقت ده أحمد ومنا مجهزين في الجاراج سكينة وحبل وملاية وبعض قطع الكرتون علشان الدماء ما تكونش موجودة في كل مكان بمجرد ما السيد أشرف حاول أنه هو يساعد أحمد في تصليح التوكتوك وكان مواطي على الأرض ابتدى أحمد أنه هو ينهال عليه بالضرب في البداية لكم ولاتما قوية تحت دقنه واللي بسببها حصل له تكسر في أسنانه ولما كان السيد أشرف بيحاول يقاوم ابتدى أنه هو يسدد ليه ضربات بأداة تقيلة جدا في الوزن في وجهه مباشرة واللي تسببت له بكسر في الأنف بعد كده مسك السكينة وسدد ليه طعنة في رأسه طبعا السيد أشرف وقع على الأرض وما كانش قادر يقاوم أكتر من كده وفي الوقت ده أحمد اتصل بخطبته منا وطلب منها أنها تيجي للجاراج وبالفعل منا رحت لهناك وشافت أبوها وهو ممدد على قطع الكرتون في اعترافات منا في النيابة قالت أنها لما شافت أبوها بمسكة السكينة وسددت ليه طعنتين في الصدر وده برغم من أنه هو كان فائد للوعي تماما وباحتمالية كبيرة أنه هو كان فائد حياته بالفعل ولكن منا كانت شايفة أنها لازم تشارك بأدها في الجريمة بعد كده منا رجعت لبيت عمها علشان تتحجج بأنها هتقعد في البيت هناك على حسب ما أبوها طلب منها لأنها هيغيب في عمله وفي الوقت ده أحمد خطبها كان بيتخلص من جسد أبوها وبيرمي جسده في طرعة أبو تشيشة المصير للرعب حقيقي هو حالة منا والطريقة اللي كانت بتتعامل بيها بعد ما أنهت حياة أبوها هي وخطبها هي كانت بتتعامل بصورة عادية وطبيعية جدا حتى أن أفراد عائلتها ما كانوش حاسين بأي تغيير عليها ولكن ابتدى يصدر منها بعض الكلام الغريب زي أنها تقعد وتتصور وتحط ميكاب وكتبت على حسابها في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي النهاردة بالنسبة لي عيد وأنا عايز أشتري طرطة واعمل حفلة منها بعد ما قدمت كل اعترافاتها في النيابة سألها المحققين عن السبب والدافع وراء انهاء حياة أبوها وإزاي هي وفقت على الخطة دي من الأساس قالت لهم أن أبوها كان بيتعامل معها بطريقة سيئة جدا وأنه كان بيعتدي عليها بالضرب وبيعنفها وعلشان كده هي قررت تتخلص منه وبعد شوية قالت لهم أنها ارتكبت الجريمة ونفزت الخطة لأن أبوها كان رافض أنه يزوجها من خطبها وأن السبب في أنه كان رافض الزواج ده مش علشان أنه هو منتظر أنه تم سنة 18 سنة بل أنه هو عايز يتزوج قبلها وهي كانت رافضة فكرة أن أبوها يتزوج من زوج جديدة وتحل محل أمها وأحب أقول لكم أن بأقوال عائلة السيد أشرف قالوا أن كل كلام منه ما كانش ليه أساس من الصحة أبوها ولا كان عمره بيعتدي عليها بالضرب ولا كان بيعنفها بل أنه كان بيتعامل معها معاملة أفضل من المتوقع منه أصلا كان بيدلعها وبيعمل لها كل اللي هي عايزها وده كان واضح في أنه هو كان بيصدق كل كلامها بدون تفكير وبدون تحقيق وعن روايتها بأن أبوها كان بيفكر أنه يتزوج مرة تانية وأنه كان عايز يتزوج قبلها مفيش أي دليل على كل الكلام اللي هي بتقوله وحتى لو أبوها قرر أنه هو يتزوج هو وضح من البداية من وقت ما أحمد كان جاي هو وأسرته علشان يخطبوها بأنه هو رافض زواجها قبل ما تتم سنة 18 سنة وشرح وجهة نظره إيه اللي تغير دلوقتي وخلها مصرة أنها تتزوج قبل ما أبوها تزوج مع العلم أن ما فيش أي أخبار أكيدة بتؤكد أو بتنفي أن أبوها بالفعل كان هيتزوج ووارد أن الرواية عن زواج السيد أشرف وفكرة أنه يتزوج مرة تلتة كانت قصة من وحي خيال منه علشان تبرر جريمتها في حق أبوها أسرة السيد أشرف في الوقت الحالي في حالة من الضمار هم بدل المصيبة الوحدة عندهم مستين الشخص اللي أنا حيات ابنهم هو أقرب شخص لي حفيدتهم هي اللي تخلصت من أبوها شيء ما فيش أي عقل يقدر يستوعبه وبرغم الكرسة اللي هم فيها هم في الوقت الحالي ما بيفكروش غير في حق ابنهم وأن بنته الوحيدة منا وخطيبها لازم يدفعوا تمن فعلتهم وما فيش أي حكم هيرضيهم إلا القصاص العادل زي ما قلت لكم في البداية أن السن أحمد خطيب منا مش معروف تحديداً وأن المصادر اختلفت فيه البعض بيقول 18 والبعض بيقول 19 والبعض الآخر بيقول 21 بكل أسف خطيب منا لو كان تحت السن هو ومنا مش هيتم محاكمتهم ولا هيتحصلوا على الجزاء اللي هم يستحقوه وهيتم الاكتفاء فقط بإيداعهم في واحدة من الإصلاحيات لحد ما يتموا السن القانوني الموضوع ده كارسي بكل ما تحمله الكلمة من معنى الواقع دي مش فريدة من نوعها ولا بتحصل لأول مرة السنة اللي فاتت كان فيه وقعة نرهان اللي قانت حياة أمها وكان فيه قبلهم بسنوات قصة آية وماهر واللي قانه حياة أفراد أسرة آية لنفس الأسباب تقريباً فكرة إن الشاب وبنت يكونوا مرتبطين ببعض وإن الشاب يسيطر على تفكير البنت وإنها تكون معمية بحالة حب مزيفة تكون مش شايفة بعده ولا قبله وتكون عايزة تتخلص من أي شخص يقف طريقها أو يعترض العلاقة اللي ما بينها وما بين الشخص اللي هي بتحبه برغم التشابه وما بين آية ونرهان ومنة إلا أني في وقعت منة على وجه التحديد عندي تحليل شخصي واللي حاب أن نشاركه معاكم أنا شايفة إن منة بتصرفاتها بعد إنهاء حياة أبوها إن أبوها كان خارج من قلبها أصلاً هي قررت أنها تخرج أبوها من قلبها بعد ما قرر أنه يتزوج بعد وفاة أمها لأنها كانت شايفة أنه جاب حد يحل محل أمها وأن بكده أبوها مش جدير أصلاً بأنها تحبه وبكل تأكيد ده تفكير مش سليم بالمرة أبوها من حقه إنه هو يتزوج مرة تانية وهي مش من حقها أبداً إنها تعترض وبالفعل زوجته التانية بشهادة أهله كانت طيبة وبتتعامل معها أفضل معاملة إلا إن منها قررت إنها تتخلص منها مهما كلفها الأمر حتى إنها ادعت عليها بالباطل وللأسف مع تزديق الأب شافت منها إن أبوها عنده استعداد يصدق أي حاجة هي بتقولها والإنها كانت متأكدة إن أبوها رافض زواجها وهي تحت السن قررت إنها تقنعه ولكن حتى حتى بإنه هو يوافق في البداية على الخطوبة وبعد كده تتحجج ليه بإنه هما ما بيشوفوش بعض هي وخطبها وإنه هو مش سامح لهم يقعدوا مع بعض فبكده هتقدر إنها تضغط عليه وتجبره إنه هو يزوجها قبل ما تتم التمنتاشر سنة ولكن لما السيد أشرف رافض الفكرة تماما هنا ابتدت تخطط إنها تتخلص منه خطبها كان بيقول لها إنه هو عايز يكون معاها وإنه هو عايز يتزوج منها وعلشان كده هو عايز تخلص من أبوها ولكن في أتقاضي الشخصي إن خطبها كان حاطت عينه على قطعة الأرض اللي أبوها كان كتبها ليها بإسمها وإن هي تعود ليها بعد وفاته طبعا منها راحت وشاركت خطبها بكل الأخبار دي وإنها اختمرت الفكرة في عقله بإنه لو تخلص من السيد أشرف إن أهل منا هيزوجوها ليه بمنتهى السهولة قبل ما تتم التمنتاشر سنة وفوق زواجه من منا هيقدر إنه هو يتحصل على البيت اللي هم عايشين فيه وطبعا يقدر بكلمتين إنه هو يضحك على منا ويخليها تنقل وملكية البيت ويكون هو اللي بيمتلك كل شيء بالفعل منا اتلعب بيها واتلعب بعقلها من خطبها ولكن ده ما بيعفيهاش من المسئولية هي تفكيرها شيطاني بالفعل طريقة البرود اللي كانت بتتعامل بيها بعد ما تأكدت من إنهاء حياة أبوها طريقة عمرها ما تصدر من أي إنسان عندها زرة إحساس ولا ضمير يتقابلنا أو وبعد كده جئنا هنا إحنا بقى وضلت قاعدة من بعد المغرب للساعة 12 وأنا قاعدة معاه في البيت أنا قاعدة على الكنبة وهي قاعدة جنبي مني والموضوع عادي والبيت مش بانة على أي حاجة وأنا قاعدة بتضحك وبتوزر ومفيش أي حاجة وبتتكلم وبتتكلم وبعد كده قاعدت أما ترحى متقلق أنا فرحانة أوي أنا مش عارفة أنا فرحانة لأي وهي بتعمل لا قابلها وهي قاعدة هنا قاعدة لأنا فرحانة أنا مش عارفة أنه فرحانة لي كده وعايزة حط مكياش فخضت بعضها ودخلت القاعدة قاعدت تحط مكياش وهي قاعدة فتحت الأغاني وقاعدة بترقص ومزبطة نفسها يعني الفيديو اللي احنا بنشوفه ده بعد ما قاتلت أبوها بالظلط بتعمل الشكل ده وبعد كده جابت بعضها بقى وفضلنا قاعدين هنا وعرسها لنا عليها في التوقيت ده وانا قاعد قاعدت له انت فان ومعليها الاسبكر وانا قاعدة جنب منها قال لها هني بحلق قامت قاعدة له طي رجع قفل التقالية من اللي قاعد معاك قالت له حنايا قال لها خليها ما تخلاش تطلع من معاك وانا قاعدة فضلنا قاعدين شوية وقتر مع بعض وبعد ما قاعدت شوية قامت رحمت قاعدة لقاته بيرنة عليه رحت واخدت تليفون ودخل القضة بتاعت أبوها قاعدت تكلمه يجي نص ساعة والموضوع طول رحت بعد كده اخضت بعضها وطلع ببرة قاعدت هنا ولقت قاعدة بتتكلم ومرتبك بتقول لاني خايفة قاعدةوا انت خايفة منها وانت عملت حاجة قاعدت لن مش عارفة أنا حاسة كد لاني خايف قاعدت لاني خايفة قاعدت لديها لا متخفيش قاعد يakovانا قاعدوا معاك لانا قاعدوا يليفوا عليها ويدوروا عليها في المستشفات والاماكن ومعرف الليش ما كان كانت قاعدة بتتحق خالص وفتح الأغاني وفتح النت وفتح الأغاني وابوها مختلف بالضبط وانا كنت بسجل لها في تودت بس بسجل عادة فتح لها تليفوني وبسجل لها وهي بتتكلم تقول لي ايه رايك يا حنان اما موت أبوية طب احط له سم طب مش هلحط لها انت بتهزري وانا باخدر الموضوع بدحك عادي اللي هو يعني عادي يعني بتكلم مش في بالي بالضبط ومسكت التليفون والقاعدة بتلعب بالتليفون ومفيش اي حاجة بقى على وش لا انا مش عايزة ماشي احنا نروح لطا بس خليك معايا بشمت راحة مش تمام في البداية قلت لها ان شم راحة مش حلوة قامت ايه للي عادي ما تاخدش بالك ايه دخلت المطبخ لقيت ايه الرخامة بتاعته بالسكاكين والحاجات مبضورة كده على الارض وملايات السرير بتاعت الاطفال بتاعت قطت الاطفال مرمية على الارض فانا بقول لها بيتك من كركم كده لها قلت لعادي عادي فكك وضوع الليها بتاع السمن وانا بسجيلها ومش وغدها ببالي كنت بسجليها بالزبط بالزبط كده ايه بعد منها انا سبت لها التليفون وقلت لها انا راحة يعني ايه راحة في مكان وقايد دخلها الاقاض�ا ألف فو الترح سرطت لها التليفون وهي عارفة رمز تليفوني وانا عارفة رمز يتليفوني وستتها ودخلت وطلعت بالليل لما عارفنا اللي بقى مختفيما كاناش نعرف اللي والسه مات قاعدين وبقول لي بدي نسدق إلا أنا بسجنالها كذا كذا قال لي تب افتح التسجيل لقيتها مسحة تسجيل مسحة التسجيل من التليفون بتاعي أدور علي ما نشلقي له أي أثر بعد الأب في الدنيا حضرتك نعايزين الخصاص كنت قاعدة معاه من فترة كبيرة بعد موت وفات ما موت ما كنتش بأسيبها وكنت بأخدها معاه المحل بتاوبة جيبها فيه دعلا طول وبعده لأنه له عروسة كويسة يعني بنت ناس ومحترم بنته دي التعبانة بيتقول له دمراتك بتزعق لي دمراتك بتزعق لي لو فتحت التلاج دمراتك مش عارفة بتعمل إيه وبايت تطلع على بنت الناس الغلبانة كده والله يا وآمل مراتي دي ما عملت أي حال وطلعت مدار مظلومة بس ربنا خلص لها حق آمن منه وانا عارفة لها طلع مظلومة منهن وفقه مميت ومميت وانا بخصماء عشان اللي أنا أبعدني لأنه هو كنا مرتبطين ببعض قوي البيت طلعت عليها كلام برضو ما حصلش وحلفت لإخوات وإخوات يصدقوني وجاءت عشان أكلم أخوي أبو عرسها دي خدو وعرسها واللي تلمو عليه أخوي سمع كلامه يوم الاختفاء دي أنا شايفاه الصبح كان بيرمز بلا هنا بس أنا ما كنتش بكلمه بس شفته جاينا بعد العصر بالزبط أخوي اللي هو الزغير كان بيرايح يشتري حاجة يشتري أرضية يعني وكان عايز أخوي يكتبه عقد يجي معاه عشان يشهد معاه ويران على أخولها تلفونه مقفول وأخواته كلهم يفلوا مقفول أمران أنا على بنته قالت له أبوكي تلفونه مقفول في إيه قالت له معرف شوى بابايا قال لي أنا رأي حشوف الشاشة عند جماعة وهطلع من هناك أراح أفتح محلي ما قالكيش ألا كده قالت له آه قالت أبوكي كان لابس إيه منه قالت له لابس منطلون جنس واتشرته كحلي قالت كده في التلفون وإحنا عاديم سمع للمكالمة قعدنا لغاية عند قريب لغاية الساعة 9 بالليل والرنة برضو مقفولت لهم يا أولاد اتقى دوروا عليه ماشوا يلفوا والي راح نحيط المياه بس محدش راح نحيط الفخورة دي خالص إخواته كلهم طول الليل يوم الأربعة دي إخواتي بيدوروا وعارس بنته كان معاهم وبيترعش آه ما هم رانوا عليه لأتو عليه ومعاتوكتو تعالي ندور عليه بقى قاعد يترعش قالوا له طب روح يا محمد انت بترتعش إحنا هندور على أخوي محمد روح والصبح الساعة خمسة أخواته طوله عجري كل واحد يدور من جهة وانا طلعت عادت بره عشان لو أخي عدي أشوار لو قلت على بنتك هنا مفيش لغاية الساعة 11 كلنا بقى كنا عند قريب ومحمد داعد هناك أم ابن عمي أم وخدني في جنب اللي إحنا كنا شكين في الواد من ثلاث شهور اللي هو ومننا هيعملوا في حاجة لأنها كانت بيتحاول تبهدني بيدعنا أخوي بأي طريقة وبقيت أوضحة بين أولاد أمامها ما بقيت معاها بقيت تعمل مناظر وحشة على التليفون يوم الخميس دا بقى لغاية الساعة 11 لما قعد يدوره ما فيش خدت أخويا اللي هو الزغير عني واخواته كبار كانوا بيدوره قلت له تعالى يا سيد نروح نبلغ على اختفاء أخوك ونقول لهم يتصل على شركة فيدفون يجبوا التسجيلات بتاعت أخويا يوم الأربع نشوف من اللي يكلمه وقال له تعالى اعمل شاشة ما جايش في بني برضو اللي بنته عامل حاجة روح نقاله أخويا السيد نبلغ طب هو له أعداء لو قلت له ما لهوش أي أعداء ولا له أي حد ومعاملته مع الناس كويسة طب عايش مع من قلت له مع بنته مالوش اللي بنته واحدة قاعد معها أمان الشرطة قال له تبرن على بنت أخوك يا سيد وفتح لصبكر أمران يا أمان باباك مالوش أعداء أبو ورحمة أمي والله وقعدت تحلف بس عامل قادة قاعدت تحلف ومتلل الأمان الشرطة هي بتحلف وبتأكد ليه واحنا تهمينها بحاجة أدامة بتحلف يا لها ليه هيديه في اختفاء أخوي أم قيله تبتصل عليها تيك وهو جاي في السكة أم خطبها رنن عليها أم انطلعت مخة من الإزازة العربية وأم انطلعت مخة من الإزازة العربية وأم انطلعت له عم يا عم حمد أبو سيد واخدني وراح للمركز أم معرفش قال لها إيه بقى وابن عم قال لي وقتت صوتها بعدان ما سمعتش لكلمتين دون وبعد كده أم اندخلت ممسح المكالمة اللي في التليفون ما كاملش دقائق وأنا لسه بتكلم راس الممحز ده طلع وبيقول له يطلعوا يلا وأنا هبعت معاكوا ناس هيفرغوا القمرات اللي في الشوارع اللي كان أخطب ومشي به ونعرف وراح فيه أم المكالمة جاي في دقيقة وراس الممحز ده وقف أم قيل له انت ضع لكم واحد مبارح قال له آي قال له روح عند الفخورة بتاعت الشوامي هتلاقيه وصد مينة حفل بعض مكالمة من حد انتو بدارتون آي بس عشان هيكلمت عريس وقالت له فلان بالذات واخدني ساعتنا المكالمة دي جات قلت له يا اخويا مات يا عم حميد قال لي نعم قلت له من دان امان الشرطة قلت له يا امان اشمعنا لما هي جات جهة المكالمة دي اللي مووت أخويا من وسطنا ومن قلب البلد وبنت اخويا اللي هيدف كده قالوا لك كان ملفوف في ملايات قلت له الملايات دي موجودة قالوا له قلت له مورني الملايات دخلت شفتها قلت له مدي ملايات اخويا بتاعت مراته اللي توفت دي ملايات فرح وانا اللي مطبقها بايده حطافت لابه الملايات دي طالع من قلبه ضار وادمها طالع من قلبه ضار وبنته وعريس بنته الموتينه العيال اعترفت بقى يقوله ساعات آي وساعات لا يطلعني ويدخلني تاني حكات له على حاجات تانية قد بتحصل ما بينهم بين عريسة بالتلفون وصورات مزخرة وحاجات من اللي حبل دي مش من هنا ورهالي قلت له من اللي حبل دي مش من دار اخويا ولا القمشة دي بتاعت منه ولا من بتاعت مراته ولا دي من هدوم مراته اللي حبل دي اكيد لقات له هو اللي جابهم لكن الملايات بتاعته بتاعت مراته وانا اللي مطبقها هو بتجوز الجوازة التانية قال اللي لقلى اللي حدوم دي كلها بإيدي وحطاه اللي بيحقق معايا قال لي دي برضو دليل مش كافي اللي بنته وعريسة برضو احكي لي قلت له عريسة بيكره أشرف أخويا وبنته نفسها وهو يتجوزه والبيت دي البيت الكبير دي أخويا كاتبه لها لبعد وفاتهم سجلولها في المحكمة محدش له مصلحة الموتو قال له هي أخويا كان جايب فلوس من بنكي مديهم لها قال له خد يا منا فلوسك دي فلوسك يا منا تسرق الفلوس وتدهاله وتقتله تقتله هي وهو ويكاتفه كمان ورموه في البحر في شرع مين في دين مين أخويا ما كانش موافلها تتخطب قال اللي قال اللي قلت له هتخطبها البيت قلت لي أنا بحبه وبيمشوا ورايه ونا راح أدرس بتكتك يا عم فخفت اللي بقى يقول لأ ونامشي على قرار أخوي تقابله ويعمل فحك قلت له يا أشرف خطبها ولما تتمي السن يا سيدة جاوزها بس خطبه لما يقوله بنت أشرف تخطبت مدال ما يقوله بنت أشرف بيتقابل فلان ممسوكة مع فلان أنا كانت عايزة خطبها لأنه ما لهاش قوم بها ترفيئة وطرف برضو هي بتمشي إزاي خطبه يقولولك آه كلموه قولوله يقوم الفرح هي منها مصغرية خمسة شهر سنة قالك قال لي ما نش مجاوزها لما تتمي السن قانوني عشان ما يبقاش حرام علي وعشان لو حصل حاجة يبقى مكتوب كتابها قانون برغم من أني متأكدة من أن منا تحت السن وأن مش هيتم محاكمتها على أنها شخص بالغ إلا أني من كل قلبي بتمنى أن القوانين دي تتعدل وأن الأشخاص اللي تحت السن اللي يرتكبوا أفعال شيطانية زي دي يتم محاسبتهم كأشخاص بالغين زي ما بيحصل في دول كتير جدا لأن اللي يعضي خطط ويدبر وينفذ ويتظهر بأن كأن شيئا لم يكن عمره ما هيكون طفل أبدا وعمره ما يستحق أنه هو يتحاسب فشخص مش مسؤول عن تصرفاته منه بكل أسف علشان تجري ورا قصة حب وهمية خسرة أب كان بيحبها وما كانش شايف في الدنيا غيرها كان عايش بس علشانها وكان مستعد أنه يعمل أي حاجة في الدنيا علشان تريحها وحتى الطلب الوحيد اللي هي طلبته واعترض عليه اعترض عليه علشان مصلحتها الشخصية مش تعنت منه ولا أنه هو كان رافض أنه يزوجها من الشخص اللي هي بتحبه هو بس كان طالب منهم أنه هما ينتظروا لحد ما تم السن القانوني منها مش بس خسرة مستقبلها هي خسرة أبوها وخسرة أفراد عائلتها بالكامل واللي ما فيش حد بقى طايق فيهم يسمع اسمها وفوق ده كله خسرة اختبارها في الدنيا لأن بكل تأكيد حسابها عند ربنا على تصرفها الشيطاني والأجرامي في حق أبوها هيكون عسير جدا وبكده نكون وصلنا لنهاية حكايتنا بشكركم جدا على المشاهدة لو بتحبوا النوع ده من المحتوى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب واتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد وتستندوني كل يوم جمعة واتنين وحكاية جديدة سلام اشتركوا في القناة